في المحاضرة اللي فاته تتكلمنا عن شراءة اساسيات في الموسيقى والنهاردة احنا هنبدأ نمسك الكمانجة ونكتشف مع بعض صندوق الكمانجة ده بيكون جوائي. فتنساش ما انك تشترك في القناة فعل زر الجرس وكمل الفيديو للاخر. ولو عايز تكمل باقي المحاضرات دي. يعني انا ان شاء الله هنزلكو كل اسبوع هيبقى في كل اسبوع محاضرة ولكن اه يعني الحاجات اللي جاية يا ممكن ننزل محاضرتين تلاتة كمان وبعد كده هيبقى للمنتسبين. فلو حابب ان انت تكمل معايا دوس على الانضمام هتلاقيها جنب الاشتراك ايوة اللي انت مش دائس عليه ده. دوس الاشتراك بالمرة وهتلاقي الانضمام لو حابب ان انت تكمل معايا السلسلة بتاع التعليمي الكمانجة. ولو انت حابب تتواصل معايا بشكل شخصي ونشتغل مع بعض بقى يعني كورس لايف تقدر تتواصل معايا على الارقام دي. وفيه برضو انلاين وفيه ان انت هتجي لي فلسنتر. هتلاقي الرقم ظهر لك على الشاشة وهتلاقي الموقع بتاعنا اللي عامله فيديو تفصيلي واشرح لكم كل حتة فيه. ولكن انت لما تدخل على الموقع هتلاقي فيه الانضمام. هتدوس على الانضمام او ان انت هتشترك في الكورس. وانا عامل اول حصة فتقدر تدوس عليها. واملى بقى البيانات بتاعتك وهكلمك. يلا بنا نشوف الموضوع بتاعنا. انت غير رغيك دي. طيب في البداية كده انت خدت القرار وقلت خلاص بقى انا هروح اشتري الكمانجا فلاقيت اكتر من حاجة ممكن تخليك يعني ايه تحتار. اول حاجة ايه افضل كمانجا للمبتدئين او ايه احسن نوع ممكن اشتريه هقول لك اشتري اي حاجة. انت واحد لسه في البداية وميزانيتك محدودة فما تروحش بقى تقول احسن كمانجا واحسن مش عارف ايه. ما تسمعش كلام حد يقول لك مسلا هات ماركت فتنس او هات ماركت فين ايا كانت الماركة. كل الكمانجاة اللي هي فرنجل ستين دولار دي كلها زي بعض. فطبعا بتكلم بالدولار لان ممكن يكون حد يعني من برا مصر بيسمعنا. فكل الكمانجاة التعليمية دي يعني بتقدر تقول نيا زي بعضها. يمكن الاحسن شوية في هم هي سيزوكي. ولكن برضو يعني مش احسن حاجة. فكله زي بعض. حاجة كمان هتخليك برضو تتشتت كده شوية. اشتريها جديدة ولا مستعملة? بتشتريها مستعملة. طب ده لئي انا عملت فيديوهات كتير عن الموضوع ده. بس باختصار المستعمل انت بتقدر ان انت تفاصل في سعر الكمانجا بتقدر ان انت تاخد حاجة احسن بسعر مناسب بالنسبة لك. بتقدر ان انت تاخد حاجات قديمة شوية. الكمانجا او اي حاجة خشبية كل ما ادمت كل ما كانت احسن. اي خشبية كل ما ادمت كل ما كانت احسن. فان انت تشتريها مستعملة ده هيكون افضل. طب انت واحد مش عايز بقى يوجع دماغه ومش عايز يعطي يدور ويعمل روح على اي محل وهات الكمانجا اللي سعرها مناسب ليك. ولكن ابعد عن ماركت شارت لان مسافات الكمانجا نفسها غلط. يعني الكمانجا متصنعها غلط. طيب انت دلوقتي رحت المحل وخلاص هتجيب الكمانجا بتاعتك هتلاقيه بيقول لك عايزها مقاس كام. اه ان انا اقول لك يعني اللي عنده مسلا ستاشر سنة ده ما ينفعش يلعب غير على الاربعة اربع. لان في ناس بتكون سنها كبير ولكن جسمها صغير. في بتتوقف على جسمك انت. في ناس تانية اطفال بيكونوا سنهم صغير بس جسمهم كبير. في الحالة دي هيلعب على الاربعة اربع. ولكن بشكل عام عندك الاربعة اربع بتتكلم في حوالي يعني من خمستاشر سنة وانت طالع. التلات اربع من اتناشر سنة كده لحد خمستاشر ستاشر سنة. عندك بعد كده النص. النص دي اللي هم عندهم مسلا ست سنين. من ست سنين او سبع سنين لحد عشر سنين حداشر سنة. عندك بعد كده التمن اه الربع. والربع دي اللي عندهم خمس سنين اربع سنين. وفي ناس ببعا عندها ست سنين بتستخدم الربع برضو. وفي التمن بقى ده اللي هم عندهم تلات سنين واربع سنين وحاجات كده. وبالمناسبة انا بشتغل مع الاربع سنين عادي. يعني لو انت بتتفرج عليا او عايز تعلم ابنك او منتك? لأ انا عادي ما قديش مشكلة. وما تستغربش او بيتعلم عادي. طيب نكمل الموضوع بتاعنا. دلوقتي انت اخترت المقاس بتاعك وخلاص راح تشتريت الكمانجا. هتلاقي الكمانجا بالمنظر داخل. خلينا اجيب بقى ايه? واحدة من الكمانجات اللي عندي. واشوف ايه اللي فيها. طب انا طلعت جيبت الكمانجا من الكمانجات اللي هارضها عندي برا. فتعالا نشوف اللي فيها. انت هتفتح الكمانجا هتلاقي طبعا الكمانجا والقوس. وهتلاقي هنا حاجة اسمها الفونية. او روزن. بتاعها كده ايه? صفرة. استنوا. ايه. تلاقوا الالفونية دي. مش هتلاقي الكتافة وانصحك ان انت بالمرة قبل ما تخرج من المحل هات الكتافة. طيب ايه الكتافة دي? طبعا انا مش هركب دي. ولكن انت هتلاقي القوس محطوط في كيس. فك الكيس ورميه. لان احنا عندنا الحتتين دول معمولين عشان نحط ما بينهم القوس. يعني لو جبت قوس مسلا من هنا. لو جبت مسلا القوس اهو حطيته. هم عاملين دي عشان تقفل على القوس بالمنظر. طبعا ارمي الكيسة مش محتاجينها في حاجة. طيب ده القوس مش عايزين. هتيجي هتلاقي الفرصة بيبقى حطناها في ورقة كده. اهي. الفرصة بتكون محطوطة في ورقة. بتفكها وبتركبها في فيديو كنت عملته عن تركيب الكمانجة الاول مرة. فبنفكها وبنركبها شكرا على كده. طيب. انا دلوقتي هوريك بقى على الكمانجة بتاعتي اللي هي المفتوحة بالفعل لان زي ما اقول لكم دي معروضة فأكيد مش هفتحها يا. طيب قبل ما تخرج من المحل عايزك تشتري الكتافة دي. الكتافة دي هي بتساعدك ان انت الخشب نفسه ما يبقاش مؤلم لكتفك. يعني الكتافة دي هي بتتحط بتتركب بالمنظر انت شايفه ده. بحيس ان هي سفنجة. فما يبقاش الخشب خبط في عظم كتفك. طيب خلينا نبدأ الاول كده بالقوس ونشوف ازاي بنمسك القوس بتاعنا. اولا كده عندي خمس صابع دول انا باستخدمهم. انا بامسك القوس بايدي اليمين. ولو انت واحد بيستخدم ايده الشمال فعادي استخدم القوس بايديك اليمين برضو. لان الشغل كله في الصابع كنت عملت فيديو عن الموضوع ده برضو. يعني مهم لو تسمعوا. لو انت واحد بيستخدم ايده الشمال يا. طيب. حطيت الصبع ده هنا. الصبع عنده الجنب بعض بالمنظر ده. محطوطين على المنطقة دي. والصبع ده على الحرف خالص. والصبع ده بالمنظر ده. طبعا انت شايفين ايدي ملطاش اسود كده وفيها آآ آآ الوان ده عشان ابو حميد كان عايزي غير لونك كمان جافة كنت بزبط هولو. ما علينا ركزه في القوس سيبك من الحاجات الملطاشة في ايدي دي. تعال ايه? نعملها تاني. حط الصبع ده هنا. الصبع يندول كده. الصبع ده على الحرفة. والصبع ده كده. بالمنظر ده. عايزك بقى تقعد تسيب القوس وتمسكه. تسيب القوس وتمسكه. وهكذا. افضل اعمل العملية دي اكتر من مرة. وتأكد ان انت مسكه بالمنظر ده. اهو. نهرب لك من الكاميرا. لو افترضنا ان انت واحد معهوش الكتافة. خلينا احط القوس ده على جميع. لو افترضنا ان انت واحد معهوش الكتافة دي ولعبت على الكمانجة عطول من غيرك. انا عشان احط الكمانجة انا يعني بمسكها بكتفي ودأني. ما بمسكهاش بايدي. يعني هي بتبقى محطوطة بالمنظر ده. وايدي حرة. طبعا مأساة. يعني انت شايف اهو انا عشان احط الكمانجة دي على كتفي اضطريت ان انا ارفع كتفي ده الفوق. اقص بالمنظر ده. طبعا تعذيب. فايه? بنحط الكتافة بحيس ان هي بيكون لها وظيفتين. الوظيفة الاولى ان هي بتدي زيادة بتدي مساحة زيادة فتملى الفراغ اللي ما بيني وما بيني الخشب. يعني هتلاحز ان الحتة دي الكتافة ملتها. دي اول فايدة. فايدة التانية ان هي زي ما قلنا من شوان السفنج يعني بتريح العظم بتاع الكتفي. فان لما هجمسكها بالمنظر ده اهو. انا مش مضطر بقى ان انا عمل كده. لان الكتافة وصلت او ملت المساحة ما بيني وما بيني الكمانجة. بالمنظر ده. اهو. هعيد تاني ايدي مش مسك الكامانجة خالص. ايدي حر. وما توعدش بقى ايه التجادل اللي هو طب ما انا ممكن امسكها. طب ما انا ممكن اعمل متوعدش ايه. لان هتكتشف بعد كده ان ايدك دي مش فاضية ان هي تمسك الكامانجة اصلا. احنا هنعمل حاجات كتير بصعبانة. فانا لو مسكها انا هتأيد. في حاجات كتير مش هارف اعملها. فلو الهولة كعمله. يعني الكمانجة هتمسكها كده طبيعي مقلمة. طبيعي الموضوع صعب في البداية ولكن هتتعود عليها واحد واحد. وخلي بالك انت بتبقى مسكها جامد. يعني لو حد حاول ياخدها مني ما يعرفش. كده خلصنا مسكة الكمانجة بس في ملحوظة صغيرة. هتيجي تقولي طب الكمانجة انا امسكها قدامي كده ولا امسكها كده? ولا عمل ايه? بص يا سيب. يعني من الاخر لو تخيلنا ان احنا يعني عندنا اه انا بصص على محور وده محور تاني اهو. فهي تقريبا عملة زاوية تلاتين مع محور درعي. اه من غير ما ندخل في تفاصيل ما لهاش لازمة هي بالمنظر ده. ولا هي كده ولا هي كده. لا هي كده. اهو. في النص ما ممكن نقول زاوية خمسة واردعين. يعني عملة زاوية خمسة واربعين. لو انا بصص في طالع من وش كده محور وطالع من دراعي ده محور. فهي ما بينهم. زاوية خمسة واربعين. اما هتيجي بقى تمشي القوس ده على الاوطار هتلاقي ان القوس ما بيطلعش صوت. وهتفتكر ان الكمانجا بايزة وهتطلع تجري على الراجل انت انا صبت عليا ودتني الكمانجا مش شغالة. لا هو كل الحكاية في الالفونية او العلبة اللي لقناها في الشنطة بتاعة الكمانجا. العلبة دي انت بتخربشها باي حاجة ممكن تستخدمها من غير ما تخربشها عادي وبتبدأ ان انت لو تخان العلبة في ايدي هي بتبدأ ان انت تمشي القوس عليه. تفضل تعمل العملية دي كتير لحد ما تحس ان الشعر خلاص بقى ملزة. ان الشعر خاد من المادة دي كتير. هتبدأ تحرك القوس على الاوطار وده اللي هنعرفه في المحاضرة اللي جاية. النهاردة مش هشرح لك ازاي تلعب بالقوس على الاوطار. ولكن لما هتيجي التجرب هتلاقيها بدأت تطلع معاك صوت. طيب انا عارف ان ممكن تكون المحاضرة بتاعت النهاردة فيها راغي كتير. ولكن مهمة ان انت تبتدي تزبط الكمانجا بتاعتك بحيس ان احنا بقى هنبتدي نهازف عليها. بس قبل ما هعلمك ازاي تتحرك القوس على الاوطار هعلمك الاول ازاي تزبط اوطار الكمانجا. ازاي تزبط اصلا الكمانجا بحيس ان انت يعني تلعب عليها وهي مزبطة وهي سليم. فما تنساش بقى انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وبص بص على موضوع المستويات والانضمام والكلام ده. ولو راحتك تتواصل معي هتلاقي الرقم ظهر لك دلوقتي على الشاشة وشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.